هذا وأجرى مراسل التلفزيون المصرية عددا من اللقاءات مع نواب مجلس الشيوخ الذين أكدوا أن أهم العوامل التي تسهم في نجاح القطاع السياحي هو الترويج السياحي الذي يعتبر جسرا حيويا يربط بين الوجهات السياحية والزوار المحتملين كما يسهم في جذب المزيد من السياح الحقيقة أن النهاردة كان فيه موضوع مهم جدا في المجلس وهو طلبين للمناقشة بيدوروا حول التنمية السياحية وحول التنمية المستدامة للسياحة وزيادة الجذب السياحي وأعداد السياح إلى مصر وهو أمر بالغ الأهمية لما تمثله السياحة في مصر من دخل اقتصادي كبير ودخل بالعملة الصعبة وأيضا هي فرصة للعمالة ومواجهة البطالة وبناء عليه بتعتبر مصر مهم جدا بالنسبة لها أنها تطور معالمها السياحية وأنها تفتح أسواق جديدة وخصوصا أن لازالة الأسواق التقليدية هي المسيطرة في سوق السياحة مصر بتتمتع بالمطاومات عديدة وجاذبة للسياحة الحقيقة وبتتمتع أيضا بأدماع مختلفة من السياحة يعني ده بيميزها الحقيقة عن دول كتير ما يتعلق بالاستدامة في قطاع السياحة الحقيقة كان يهمنا فيه جدا موضوع الاستدامة لأنه أولا يعني إحنا بنسعى كدولة في استراتيجية 2030 لأنه يتم مراعاة استدامة في كافة القطاعات الاقتصادية المقترح كان بخصوص استراتيجية وزارة السياحة والأثار في التسويق لجمهورية مصر العربية الفترة اللي فاتت طبعا فيه تغيرات سياسية كبيرة جدا حصلت في المنطقة انعكست على حركة السياحة الوافدة لمصر فإحنا كان مفروض المتوقع قبل أكتوبر 2023 كان متوقع أن السياحة المصرية هتوصل لأرقام كبيرة جدا لم تصل إليها في الفترة اللي فاتت ولكن طبعا بعد العدوان اللي حصل على غزة أثر علينا بشكل مباشر فكان الهدف الرئيسي أننا عايزين نشوف الفكر الجديد اللي وزارة السياحة والأثار والحكومة هتتخذوا أنها تتغلب على التأثير اللي حصل نشوف أن الدولة المصرية عملت جهد كبير لدعم السياحة سواء من نهاية البنية التحتية واستقرار الأمن بل بالعكس وضعتنا على خريطة سياحة المهرجانات وسياحة المؤتمرات